الخبر اللي هو اللي عدنا عن ايمو مار ويلغاء الفولو من حنين كمال من الحسابه بالإنستجرام طبعا مثلما تعرفون انه ايمو مار بعد ما طلع من فريق نور مار سوى فريق جديد واللي كان يضم حنين كمال ونور ددي ولكن حاليا بالواضح انه هو طلع من هذا الفريق قرر حاليا انه يقطع علاقة ويا حنين كمال بعد ما لغى الفولو من عدها فهل ياتر انه هو قرر يرجع الفريق نور مار قدر الصراحة كتبونا يا حبايبي بالكومنتاج شو رايكو بهذا الخبر وهل تتوقعون ممكن انه يرجع الفريق خاصة انه بعد ما قطع علاقة ويا الاشخاص اللي هو انت نوعا ما كان سبب خلافه ينور مار الاخير وسؤال للجلادين هل انتم موافقين على هذا الشي الخبر الثالي اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هي بيسان اسماعيل فبيسان وعندس نزلوا على حساب بيسان بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانت تقول لي انه هي صورته وهي مقاطع وهي مقاطع رح تنزل لنا بالمستقبل والمقاطع حتكون لنا رح اطوكم الستوري هذا شوفوا حبايبي انا هلأ رجعت عالبيت تعب مو طبيعي من الصبح اليوم بالذات صورنا لكم فيديوهات عن جد مجنون لهايك انا شكلي هيك سوعزروني صورنا لكم فيديوهات كتير كتير بتجنن ومن شوي لرجعت عالبيت الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نور مار ومحمد اجواني وام سيف الابن سوريا سامروا للمرة الثالف طبعا ما ارى شي اللي صاير فبن سوريا طلع ببث مباشر وصار يسبيه نور مار ويشبه بالضفدع ويسبيه محمد اجواني وام سيف واتهموا منه من الصابين فبن سوريا نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وتدخلوا عن المقطع وتنزلوا بيع التعليق رح تشوفوا انه كل التعليق انقبضت بالانجليزي تكتب عليها جيش نور مار جيش بي اجواني اللي يردون جمدوا المشاهدات على المقطع ويجبرون ابن سوريا انه يطلعوا يعتذر فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شريكم هذا الخبر وهل هو يستحق التهجوم اللي تعرض له او لا خبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم حقيقة وسام تيكت والغاء الكلمة التحرش من التعليقات اللي عنده طبعا ما يرشين السبب فمية وغيرها من البنات اللي باخر فترة طلعوا وفرحوا وسام تيكت انه هو متحرش بيهم واحد من المقاطر اللي حطوكم بياه بالوصف شوفوا عمو تتهمون شو اللي الفكرة وليحطين بيه اثباتات انه شون وسام يتحرش بيهم فمن الواضح انه وسام خايف انه تنتشر هذه الحقيقة فاخفى كلمة التحرش من التعليقات اللي عنده اما بالنسبة للدليل هو انه ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بياه على التعليقات ونكتب كلمة متحرش ونكتب تحرش بعد اروح على الكلمة الاحدث اولا عمون تحفى التعليق وتعليق الاشخاص اللي علقوا وراية بعد ما نحفظهم زين رح نغير الحساب عمو وشوف هل التعليق ظهر للناس اولا بعد ما غيرنا الحساب ونزل بياه التعليقات وروح على الكلمة الاحدث اولا رحشوف انه التعليق مظهر وانه متعليق هذول اشخاص الثانيين ظهر فاكتبونا يا حبايب الكومنتات شو ركب هذا الخبر وهل تتوقع انه سام تكتلغى هذه الكلمة عمو تنسش فضيحته او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وهل هي حرامية او لا بيسان اسماعيل بنزلت على الحساب هب 올�ين انستجرام هذا البوست اللي كان به هذه الصورة واللي كانت كاتب تعليها اصنع اللحظات الجميلة لا تنتظرها وطبعا اغلب الكومنتات اللي شافو هذه المقولة تجاه يتهجمون على بيسان وقولون لهاها ان انتي بايقة هذه المقولة وتحديدا من هيفاع من انستجرام واللي هي مشهورة عدد تقريب م mercado 10 ملايين مشترك بالانستجرام واللي هي نزلت هذه الصورة و اللي كانت تكاتب بيها أصنع اللحظات الجميلة لا تنتظرها وطبعا هيفا كانت منزلة صورتها قبل بيسان تقريبا بحوالي ساعتين وانتم شافين حاليا بالتواريخ اللي طالع قدامكم وممكن موضوعكم صدفة ولكن بيسان اسماعيل اساسا متابعة هيفا فاكيدوا تكون شافت صورتها على كل ما ادريك تبوني يا حباب الكومنتات شارككم بالخبر الخبر السادس اللي عدنا عن خبر شوية غريب ويضحيك بنفس الوقت عن أنس الشايب ودفاع عن مملكة القصص وتهجم على بيسان اسماعيل ياب اناس الشايب نزعله ثباب التك توك هذا المقطع اللي كانت يسوي بي تك توك على اغنية معينة وطبعا لو تدخنوه على الكومنتات راح تشوفون شي غريب واحد من الكومنتات كاتب مملكة القصص خط احمر رياسة بيسان ومشي غريب لو تلاحظون انه اناس الشايب حاط لايك على هذا التعليق يعني هل اناس الشايب يتفق ويا كلام هذا التعليق او يمكن طبعا حاط التعليق بالغلاط عليكم الانكتبونا بالكومنتات شارككم بذلك الخبر وبس والله هنا وصل النهات المقطعات من المقطع جابكم نستحطون لك تركوه بالقناة انكم فيزلي مخاطر من لسة القصص وبس مع السلامة